هيجهز الرسول الجيش اللي كن هيكون عدده قد ايه 313 مقاتل ده عدد قليل قوي او عدد قليل بالنسبة لعدد المشركين ولكن قوة ايمان المسلمين هنا هي المحرك الاساسي ليهم وبعد وصلهم الى بئر بدر هيوصلوا عند بئر بدر في حد بقى هيشير على الرسول بامر معين مين هو ده الحباب بن المنزر هيشير على الرسول بايه هيشير على الرسول ان يعسكر عند اقرب بئر من قبار بدر يعني هنا الحباب بن المنزر هيقول للرسول احنا ممكن نقف عند اقرب بئر من قبار بدر لكريش وزي ما احنا شايفين كده مع بعض في الصورة ميدان المعركة والمشركون والمسلمين عند بئر المياه اللي هو بئر بدر وهتكون هنا هو المعركة اللي هي معركة بدر طب تعالوا كده مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل يا ترى هنا بقى النصر هيكون لمن حقق المسلمون نصرا كبيرا برغم قلة عددهم بقوة ايمانهم واخذوهم بأسباب النصر يعني هنا المسلمين هينتصروا ايه هينتصروا هينتصروا ازاي وعددهم كان اقل عددهم كان اقل لكن عندهم قوة ايمان وعندهم عزيمة ان هم عايزين ينصروا الاسلام ويردوا اعتداء كريشة عليهم فهنا هيكون النصر من حق المسلمين تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الان